اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بديو في ونجومنا الكبار النجمة الكبير كابتن شريف عبد المنعم زي كابتن شريف زي كابتن اسلام الله يخليه كابتن منور ايضا النجمة الكبير كابتن محمد حشيش مشرف منور يا كابتن اسلام زيك برك يكون تمام الحمد لله كله تمام الحمد لله كابتن شريف حبدأ مع حضرتك الاول بكرة مباراة مهمة كيف ترى هذه المواجهة في ظل هذا الاجهاد الكبير اللي بيمر بنا الآن هاخد من كلامك طبعا كسفة الاجهاد الكبير دي بقى شيء واضح بالنسبة لعبة دي ما خدتش اجازات ولا مستريحة ولا اي حاجة غالص وابتدى يحصل السيناريو بقى بتاع الاصابات كمان يعني انت بتخرجش من كل مباراة سليم يحصل لك بيقى منك لعب اتنين اشتباه في لعب كمان ممكن يشترك المطشي الجاي يبقى عنده شك فشد او حاجة زي كده يبقى تضطر يبقى تخليه بره يبقى تبتدي به ويجي له الشد واصلا احنا لعبة كرة القدم مبنية على أساس واحد الحال بدنيا عشان تلعب كرة وتبقى تفوق وتبقى بتدي تعرفت امكانياتك وفردياتك كل حاجة لازم بدنيا تبقى فعل رجليك يعني ما فهاش حال تاني غير كده بدنيا بدنيا انا احنا لما كنا احنا لما كنا أسألك في الحلول بعدين اه انا واحد من الناس يعني لما كدش حالة البدنية كدت قوية بشكل عام اعتقد بشكل عام يحمل سبرينتاتي عايز عمل روغاتي عايز اعمل أبني هجمة عايز عمل عرضيات عايز ارد تاني مع الفرعة وستيليم وعمل فده عايز مجبوط كبير جدا وفي نفس الوقت انت بدنيا ذهنيا بيساعدك تركيزك بيبقى شامل للحكاية كلها تازل تنفذ اللي بيبقى مطلوب منك من كوتش مهامك جوا الملعب فحتاقد ان اللعيبة ما عنداش وقت حتى تعمل استشفى يعني انا ساعات بطلع من مباراة عندي خبطة صغيرة في رجلي عندي احساس باجهاد ما بلحقش مزبوط يعني بتلحقش اه بنعمل كل الحاجات دلوقتي متوفرة انت انت تروح للمساجات تروح للمغتس السائع او السخن او 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 انما في نفس الوقت انت محتاج في الفترة دي زاك زا كل العالم كله والبشر كلهم انجي انت مستريح او تخد لك على قال اربع خمسة ايام مستريح مش اسبوع ولا خمساشر يوم فانت بتخدهمش او لقصبت او دخل علينا بطولات تصفيات افريقية او انت مش لعيب محترف او لعيب دولي انت بتاخد فيها الاجهزة الساعة وبيهوق شوية عشان يرجعوا يلموك تاني ويجبوك تاني انت عارف بتبقى فيه بتحصل اصابات من الرجوع والدخول الحاجات اللي بتحصل في وسط ماء الساعة وسخنة زي زمان لا وكل واحد عايش حياته يعني انا بنام الساعة تهاته الصبح بافضل فتح التلفزي مفيش حد عايش الحياة الاحترافية اللي احنا بندور عليها لان المسافة بيننا وبين الاحتراف بره كبير كبير في الادوات كبير في الامكانيات كبير في الحياة اللي بيعيشوها اللعيبة بره انا بلعب الفترة اللي انا فيها دي من عندي وانا عندي 18 سنة مثلا لغاية 34 سنة ده شغلي فلازم ده المفهوم اللي يبقى موجود مع اللعيبة اللي هي بتلعب في مصر ده شغلك دلوقت انت وبعدين يا اسلام ايو هنا نطلع بقى من كل ده انا رايحين نلعب احنا مش رايحين نحضر مسلس يعني مش عالوان نحط المسلس ده جنب المربع يعني انا رايح ألعب رايح متع نفسي ومتع الناس من يحبني خلينا ناخد المبدأ ده دلوقتي ندي للناس على أساس الناس الكنج انا الحكاية علي وكلنا عايزين نكتبه كويس مفيش حد ضدك ما نعرفكش انا نعرف كرتك نعرف ادائك نعرف تنفيذك في الملعب في الحكاية كده حكاية فن بس في مسئوليات جماهيرية وفي مسئوليات طبعا في المؤسسة انت بتشتغل فيها طبعا لازم تخش وتنفرد يعني تبقى متفرمط والدنيا لازم تعيش حياة احترافية والعبي لازم يعرفوا برضو يا كابتن حشيش ان احنا بنحبهم عشان انت لابست شرط كل جمهور الاهلي بيحب عشان انت لابست شرط الاهلي والله يا كابتن اسلام يعني انا كنت معاك هنا من ثلاثة اسابيع تلاثة اسابيع تقريبا يوم سبعة الشهر كان بعد المبارات سموحة والجونة وقلت وقتها ان موضوع الخسارة او موضوع التعادل ده ممكن يتكرر الفترة اللي جاي لان احنا موجودين في مشكلة والمشكلة دي احنا فيها وحنفضل فيها وعملين زي اللي هو مربوط في ساقية موضوع ما تغيرش وبعدين حتة استشفى والكلام والقصص دي مفيش حاجة ما استشفى في الظروف اللي النادي الاهل فيها واللعيبة فيها يعني ايها كابتن مالش ما فيش استشفى بتتكلم لو الامور طبيعية وان انت موسم الضغط فيه شوية ممكن تقدر تعمل الكلام ده انما لما تقعد مواسم وراء بعد متتالية تلت مواسم في ضغط على طول وراء بعده مع لعيبة القسم المشترك والاغلبية في المنتخب مع اكتر من بطولة في الموسم الزات الاخير ده بطولة افريقية مع المنتخب في البطولة عربية امم افريقية يعني الموضوع زاد عن الحد ما بقاش ينفع معه الاستفشة وفي وضع قائم انا قلت المرة اللي فاتت ولازم لغنى عنه لان دلوقتي الموضوع عدى حد الاجهاد وان اللعيبة مش قادرة مش قادرة توقف لأ انت دخلت كمان في موضوع الاصابات يعني عدت مرحلة الاجهاد واللعيبة مش قادرة تدي كل تقطها لان مش قادرة لأ ده انت دخلت كمان الاجهاد قلب باصابات غصبا عن اللعيبة لان اللعيبة برضو هي هي اللي بتلعب الفترة اللي جاية ما افضلش ماتشين ولا لسه فيه كم كبير من الماتشات كل تلات ايام كل تلات ايام ماتش فانت لازم دلوقتي تفكر المسألة برضو مش مسألة مدرب عارف اللعيبة مدرب مش عارف اللعيبة مدرب مشي مدرب جاية الكلام ده كله دلوقتي احنا محتاجين في الفترة اللي احنا فيها يكون في توليفة في الملعب اكتر لعيبة مريحة حتى منهم الناشئين وانا كلمت قبل كده مصر على القصة دي فيه لعيبة مش ناشئين خرجة من اصابات بقالها فترة كويسة ومفروض تدخل تاخد زي ما قلت اللعيب الناشئ او اللي كان بعيد عن الملعب بس واقف على رجله احسن من لعيب نجم كبير بس مش قادر مش قادر يتحرك لان انا كمان ممكن اضره غير ان انا هضر نفسي كفرقة انه مش هيقوم بواجباته ومش هيدين اللي انا عايزه فممكن يخصرك لا ده ممكن كمان يخصرك وتخسره اي كلعيب زائد غير التوليفة دي كابتن اسلام لازم في طريقة لعب المناسبة للمرحلة اللي احنا فيها انت دلوقتي ما عندك اقدر اقدي بالظروف اللي انا موجود فيها من الاجهاد ومن وجود اللعبة دي بمعنى ان انا لازم العب بطريقة وبان على فكرة الطريقة الاخيرة اللي لعب بها الراجل تلاتة اربعة تلاتة دي انها بتقدر تعود حتة الجري كتير بتاع لعبة النادي الاهلي والضغط واللعبة بيبقوا قريبين من بعض فعشان كده بتقدر تعود حتة الاجهاد شوية لان لو المساحات اتفتحت وانا لعب مجهد مش هقدر اجري معاك سبرينت قوي ولو عملت مرة مش هقدر اعمله التاني ولو عملت في الشرط الاول مش هقدر اعمله في الشرط التاني فلازم الطريقة نفسها مع التوليفة تدين الغرض الاساسي من الموضوع ده دي ظروف خارج عن قراط لي اصد الطريقة دي ما بلعبهاش لان الراجل اللي جاي على وضع صعب مش عارف لسه اللعيبة امكانات اللعيبة دي افضل اماكن بتاعتها ايه مش مسألة نص ملعب وخلاص وده ديفنس وده كذا وده كذا الراجل طبعا عنده حاجات معانا وفيه حاجات عايز يضيفها للفرقة وحاجات عايز يديها للفرقة وطريقة معانا ممكن يفضل لعبها انما هو دلوقتي الطريقة المناسبة للناس المجادة اللي عندي دي للناس اللي هي بعيدة عندي للناشئين الصغيرين لازم طريقة تبقى قريبة بدليل انت ماتش زمالك الشيط التاني برغم ان كنت سيء الشيط الاولاني انما الشيط التاني لما غارت الطريقة ولعب ثلاثة اربعة ثلاثة قدرت تضغط ند الزمالك وقدرت انك تجيب هدف وكان ممكن تعود وكان ممكن الموضوع يبقى سهل خالص انت فاهم ازاي كذلك برضو اللي بعد ونفس القصة وكسبت اتنين فهي توليفة مع طريقة انما هنقول الصلعيب ده لازم احنا عندنا السلية كذا السلية عارفين انه تعبان ومجهد وده كان وضع طبيعي انه يحصل له القصة دي لانه مش قادر وعلى فكرة برضو علي معلون نفس الاجهاد وحمد فتح يعني فيه لعيبة ظاهر عليهم الموضوع ده قوي ما عدش اناطح اننا طبعا لاغينا عنهم في الفرقة بس افرض انه تعبان ومجهد لازم هدوس اننا نلعب لازم عوض بتوليفة زي بقولك ان تقدر الاجبال الصغارين يلعبوا مع الناس اللي هي كويسة في دلوقتي والصحيح بقالها فترة ما تلعبش انما ممكن تاخد لان انت كمان مش عايز تلصم يا اسلام الماتش الجاي واللي بعد وبس انت عندك لو انت بتبص البطولة والمفروض ان احنا بنبص بكلنا البطولة ان كل الماتشات اللي جاي كؤوس فانت عايز تكسب فعشان تكسب طب انت هتلصم الماتش اللي جاي واللي بعد ثلاث ايام فلازم تدي ناس زي حسام حسن شايفين القايمة برضو كابتن شليفة كابتن حشيش نهاردة مثلا تحديدا في عدد من اللاعبين الشباب وعدد من اللاعبين اللي كابتن حشيش بقوا عليهم راجعين من الإصابات يعني هتقولنا الشباب القايمة لو سمحتم عشان نقولها مرة تانية يعني في محمد فخري في زياد طارق شفت انت قلت يا يا اسلام غزبا عنك عملت الكلام ده لازم تعمله يعني ما تستناش لما يبقى ما فيش حد خالص ورائع وكل حاجة هي دي القايمة وعندك شريف عبد المان يعني ما نقولش بس حد كويس فاهم هتختار لو شريف مش قادر يقف في مثلا هنكمل في ديها كابتن بس في مثلا لما تيجي تبص مثلا هتلاقي علي لطفي مصطفى طبعا الشنوى اللي بيلعب أكتر محمود متولي برضو تمام استلاجع رامي ربيعة برضو ملعبش كتير يمكن ياسر يمكن حمدي حسام حسن برضو لسه بياخد الفترة الجاية وليد سليمان ملعبش كتير أيمن أشرب بيلعب أليو ديانج مجدي قبشة محمود وحيد برضو ملعبش كتير محمد محمود كريم فؤاد لويس ميكي سوني يمكن محمد هاني بيلعب كتير أحمد عبدالقادر محمد فخر نص اللعبة دي ده النهاردة في التشكيل ده بس إنما قبل كده ممكن تبدأ برضو من قبل كده نص اللعبة دي يا مصابة يا رجع من الإصابات لا مش يا مصابة يعني رجع من يعني أنا هم هم على الشاشة عندي يا حمود متولي مصاب لا رجع من الإصابة رجع من الإصابة ولعب وخد واضح إنه مش الريكوفرينج بتاعه لسه محتاج كتير محمد محمود إصابة جامدة جدا في الاثنين الرجلي عشان يرجع وياخد وياخد وقع بس خدش شوية ما هو مفيش وقت ثانية واحدة أنا هرجع لك النقطة تمام كريم فؤاد ومحمد هاني الاثنين بيتبادلوا تمام كويس تمام محمد فخري بالنسبة لنا ما فيش أي علامة لحد دلوقتي لويس مكسيوني متعور وإن كان في نفس الوقت مصاحب الشهرة والأداء اللي أنا مستني رجعه بفرغ الصبر تمام زياد طرع اللي أنت قلت عليه لازم ياخد جثمانيا شكلا وموضوع هو بتاع تلاتين دقيقة أربعين دقيقة صح؟ مش بتاع تسعين دقيقة تمام رم ربيعة أنا مش شاهد بس من ياسر إبراهيم تحت ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم حمدي فتحي حمدي فتحي حمدي فتحي حوض بكل ماتش عايز استشفى لوحدة سلية طرع منك كويس كويس هاليو ديانج هاليو ديانج ما بقاش عندك غير بلاتي ليهما إيكافات بيبقى موجود في الإيكافات وحاجات كده فإنت قلت جملة حلوة قوي أنت هتواكب باللي عندك الإسلوب والطريقة إنما فيه حاجة دانية مهمة جدا أنا أعدي التشيرتي ده وأعدي اللعبة في النادي ده بتمارينه بقى بتموحاته بحالتي كمان لا مفيش حال مفيش حاجة اسمها أنا هو كده لا ميعرفش حاجة أنا إحنا مش أكتر ناس ويقنا صحيح أجهاد طبعا وتعبنين طبعا إنما أنت بقى تتفرج كده والتمرين ده فين التمرين ده ده في القلعة الحمرة كويس اللي الدنيا كلها تتمنى إنها تتفرج مش تلعب جوه طب ليه بقى إحنا بنتكلم بالإسلوب ده لأن فيك كواليتي ينفع يتعامل معك في المؤسسة دي صحيح وكواليتي ما يقدرش هو بينه وبين نفسه إسلام يقولك إيه اللي هيحصل يعني السنة الجاية هروح في فرقتان دي تواكبني أنا مش أد الضغوطات بتاعت النادي الأهلي أنا مش أد كاس مصر والدور العام إن أنا أخدهم وبطولة أفريقيا أنا مش أد السوبر تفتكر فيه لعيب في النادي الأهلي يقول الكلام ده بينه بالنفسه أنا مش دعوة يقول يبقى فعلاً ده صح وإنسان محترمه كويسي لا 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 مليش دعوة يقول إيه هو مش قد ده هو مش بتاع ده إنما فيه لعيبة بتجيلك متعودة على ده فيه لعيبة تأسسة زي ما أنت قلت عندك من الناشئين والسياسة الناشئين والسيناريو بتاعنا كله والدستور بتاعنا يقدر يخليك يبقى الفكرة عنده سهل جداً التفكير بيلعب على بطولاته عمرك شفت في الناشئين عندنا بنطلع على الثالث يا الثاني يا الأول على طول وإن كان الأول المفروض ويما ما بيحصلش بيحصل إيه منظومة كلها بتتشعلت وكلها بتتشعلب تعالوا هنا إزاي ما حصلت فيه في اللي أنت تشايفهم كلهم رعيبة الإصابات خلصت عليها مزبوط كويس ثاني حاجة وبعدين هتقوله إيه تعال أنزل دلوقت أنا حجم الأهلي والناس كلها طمعاني فيها كمان دلوقت وعايدين يعملوا معاك أي حاجة وأنا على نفسي وأدائي لازم أخلص كل اللي وراي لغاية لما تعور تاني يعني فهمتني موضوع اللعبة في الناد الأهلي لازم تدي الماكسيموم بتاعك بكل عاجل لما فيه كواليتي هو بينه وبين نفسه مش فارق معاها لازم نوعية تانية بقى بخالص أقول لك أحشيش بس اسمعني أنا عايز أوصل للمبدأ عشان الكلام ما يتقلبش هو بيقول لك أنا مش الحتة دي وظروفي اللي أنا فيها دي مش حقدر ننفذ الدنيا فأرجع للنقطة اللي حضرتك كلمت فيها الكوتش بقى اللي جاه الكوتش ده عنده الطريقة إسلام عنده السلوب التدريب عنده العين اللي تشوف ده بتاع النهاردة وده بتاع بكرة وده 20 دقيقة ده 30 دقيقة ده 40 مش عيب لغاية لما الحكاية دي يتعد لغاية لما انت تحس انك انك انت استشفى وريكافرينج وإصابات ورجعت وتلاقي فرقتك اللي جاي مستراح قدر يلعب لك مطشين ثلاثة أو مطشين ورابعة حلو قوي ده كويس قوي والدنيا كلها حاسة بكده وجماهيرك حاسين بكده عشان كده لما بنكسب المطش اللي فات بنقول عودة السكر عودة التهديف عودة الرؤية دي بتساهل على اللعيب في المطش اللي بعديه زي المطش بكرة كده نفس المفهوم نفس المبدأ إنما نفس المفهوم نفس المبدأ ده لازم اللي هو أنا بلعب بيه كل المباراة اللي احنا كلمنا عليه والتفاقنا اللي هو بتاع الكوؤوس المباراة اللي جايه كوؤوس كلها تم استني بقى التاني يلعب زي ما يلعب وده يلعبه زي ما احنا ماناش دعوة نبص فرائتنا بس وعايزين نكسب كل المطشات عندك إمكانية تكسب كل المطشات أنا بعتبر إن ما فيش منافسة كبيرة قوي موجودة في الدورة في الكاسة إيه المنافسة اللي عندي أعطاك الناس زي ملك ونادي بيرامدس عندك حد تاني هم هم دول اللي معك على الواقع وعالطبيعة وحجم اللعيبة وحجم كل حاجة ولا في حد تاني انت شايفه أنا شايف مش عايز أقولك الحكاية سهلة لا لا كلامك مظبوط بس أنا شايف إن دلوقتي أي فرقة أنت بتلعبها زيها زي الفرقة الكبيرة من آيام الفرعنة ليه بقى؟ من آيام الفرعنة كله بيبوا فرحمتك عايز ياخد مني أي حاجة ده من آيام الفرعنة وغير كده كمان هششيف عشان أنت دلوقتي حالتك مش هي حالتك يعني أنت مش بكامل قوتك مش واقف على رجلك فعشان كده بالنسبة لك أي فرقة هتلعبك غير إنها بتلعب النادي الأهلي وطمعانة وعايزة تدوس خلي بالك برضو الماتشاط اللي جاية أنت هتلعب فرق مهددة بالهبوط عايزة تهرب عايزة تجيب أي بنت منك أنا بلعب مع الجونة وبلعب مع زمالك تاني تايم زي ما أنت قلت أنت اللي عامل البريس أنت المستحوذ أنت اللي الكرة تانية بتاعتك أنا هبعد عن نغمة خالص أن أنا مش قادر وأنا عندي إصابات لا 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 أنا قادر بأي حد وأقدر أعمل السيستم بس مخي يبقى عارف إن أنا بعمل كده إن شاء الله هتلعب تلاتين دقيقة تخلصي الموضوع يعني مش هتلع على كل ماتش التاني تايم عشان أستنى حكسب إمتى لا ومش هتكسب سهل صحيح ولازم تلعب عن أنك تخلص الماتش من الأول ولا عندك إصابات ولا عندك قابل إلعبت شوية بتوعد صحيح خلصني إديني اللي عندك ما كان فيه عزماء من قامه الجيكوتي لغاية من الجزء وفرق إسلام أنت عصرتهم ولعبت فيهم كم من البطولات لأن عندك المفهوم واحد بتلعب فيه مؤسسة وأنا مكاني ده أنا اللي أقدر بيه ما حدش يجي جنبه اللي أنا عايز أقوله كمان نشيف نقطة مهمة قوة على فكرة إسلام أنت مش هت في اللحظة اللي احنا متكلم فيها دي المتشاط اللي جاية دي مش هتلاقي الحداشر لعيب بتاع النادي الأهلي في التوب فورم بتاعه طبعا ولازم اللعيبة اللي نزلة ما يبقاش عندها مبرات أصلنا بعيد أصلنا رجع من إصابة ومخدش كتير أصلنا كذا كذا لا هو النادي الأهلي في ظروف صعبة لازم أنت تبقى قد الظروف دي وتقف مع النادي الأهلي في القصة دي تقف مع نفسك أنت فاهم إزاي ما تبقاش أنت النادي الأهلي عمل لك واحد اثنين ثلاثة اربعة ووفر لك كل حاجة تتخيلها ووفر لك الشهرة ووفر لك الفلوس ووفر لك كل حاجة في الدنيا جماهير بتاعشى النادي الأهلي بتشجعك في أي حتة وفي أي وقت وخسرنا وكسبان بتشجع فأنت ما تبقاش نازل حطة مبرر أصلا بعيد أصلا مش عارف ما محمود متولي بقاله فترة ما بيلعبش أصلا معرفش الصغير ده مخدش اللقاء لا مفيش هو الظروف العادية بالزبط كده مع أسكر لنفسه بس بس عشان كمان يا تستمر يا ما تستمرش مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية لأن دي مش نهاية المطاف احنا مش هنلعب مسم ده وخلاص والدنيا خلصت لا ده انت هتخلص المسم ده هتخش في مسم تاني واتخش في إفريقيا واتخش في حاجات تانية عندك عندك كاس العالم بس الاستراحة 21 سبتمدر بس عشان تقول 21 سبتمدر عندك بطولتين تلاتة تاس مصر وسوبر تاني بالزبط والدوري وأفريقيا فانت عندك بطولات جاية وحاجات جاية الموضوع مش هينتهي فانت لازم تحط في دماغك دلوقتي انك بتنزل النادي الأهلي في ظروف صعبة وفي ظروف معينة لازم انا شين على أساس حتى كمان الناس تقولك بص اللعيبة دي اللي كانت مبعيد واللي كانت ما بياخدش أيام المدرب الفلاني لما نزل وخد فرصة زي مثلا حسام حسن حسام حسن ما بلعرف تقول فترة موسيماني لما ابتدى ياخدي ابتدى يزيدي 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 ودلوقتي بتحطي النمرة واحد عايز اقول ان انت ما تقلقش منك لانك ما قدامكش خيارات ولا حلول انك لازم تلعب بالناس اللي وقفة على رجليها ايا كان مستوى فني اقل شوية من راجل النجم وخلي النجم قاعد معك منه بيريح بره ومنه تحسبا لو اي حاجة هياخد لو لقيت الدنيا يعني في الملعب او اللعيب الصغير او اللعيب اللي لسه راجع ده تعب واللي هاجه يبقى برضه مش هتلاعب 90 دقيقة كبير يمريح خالص ويبقى خد فترة من الراحة بين الماتشين تعرف تلات ايام فلو ملعبش ماتش يبقى هياخد ست ايام يعني هي عزة تبديل وتوفيق وتوليفها معينة هي اللي تقدر توصلك وتخرجك لمر الأمان هكام مش بعيدة عن اللعيبة مش بعيدة اللعيبة دي او اسلام هي اللي جابت لنا للأربع خامة ثلاث سنين اللي فاتوا والأربع سنين اللي فاتوا من ساعة ما جاء موسماني خلاني نتحاسب من صحيح خدوا كم بطولة هم هم نفس اللعيبة على فكرة صحوا الايه جهاد يا كابتال ايه جهاد طبعا الإصابات الألعن إصابات دي هي الألعن عليهم وعلى المنظومة كلها واحنا طول عمرنا بقى اربع خمس سنين في حاجة اسمها مستشفى الاهلي دي هي طبيعية يعني احنا مش مش بعيدة عننا واصابات صعبة اه اتنين كارتلج اه 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 فاكر ندفت طبعا ندفت زي محمد محمود وندفت عباد لك يعني مش قد بتولي ما كلنا مستنيين محمد محمود زي ما انت بتقول من كتر اللعب يرجع ويخد وياحذ الجرأة عملت ثقه زي ما لعيب جادي ثقه وعندي البز بتاعي اكيد هنفذ واللي بيلغي ده كله ناكتين دفعوا المباراة تتوفق وجيبه هلأ كابتل شريف موقف الفريقين في الجدول الدوري بيدي مؤشر للمباراة ازاي هتكون بكرة؟ في حد مش باكي على حاجة خراش أقل نتائج هو ومسلم ان هو حيرجع لان حتى استر النهاردة كسبة المصر ولعت الحكاة على المقاولين ولعت الحكاة المصري اتغلب خد ثلاثة بنت ورح للمنطقة تانية الإسماعيلي بقى بعد الفوز ده برضو رجع تاني للمنافسة على ان هو لازم يكسب ماشين ثلاثة عشان يبعد حتى اللي بيتعادل هو عند واحد تلاتين بنت بيقولك انا في تحاسكندريا كان بيلعب دلاتي ما عرفش كان متعادل وكسب ايو كان كسب اعتقد كان اتنين واحد قلو لنا يا شباب مكمل الاتحاد ولا لا يعمل ايه الاتحاد؟ حاد سكندريا مع ام بي في فرع كلها بقت السلسة كسب اتنين واحد طيب السلسة نقاط دي بتفرق كتير قوي انك تبعدك عن سلوب لعب بقى مصر مكاسة مش باكي على حاجة هو انت دائما انت اللي عندك الضغط انت اللي عندك الدوافع انت لازم تكسب لازم تستغل دي فرع قدامك هتلعب كرة لا انا عندي السيستم انا عندي احلى حاجة عملناها ايه المفشوات اللي فاتت نتعلم ضغطنا ازاي روحنا من الاطراف عملنا اثنين تلاتة جوة 18 عشان لما يبقى في ايه عرضيات بنوصل لها تلاقي ايه حد يصوبها بتترد تاني كرة تانية تبقى بتاعتك هو ده البلاس او هو ده البوزيتيف في الاداءات اللي فاتت كلها ان احنا بنفكر دايما ان احنا نبقى جوة 18 باكتر عدد مش معنى كده ان نلاقي افشة بيلعب انسايد ليفت لأ كل واحد في مجاهده كل باك في مكانه كل هاف في مكانه كل صنع علعاب مسئوليته مايفكرش غير من انا صنع علعاب حتى لو لعبني ابتدت ناحية اليمين والتاني الشمال لازم اميل باسلوبي ويفتح للعبدالقادر مثلا ياخد ناحية اليمين وانا اخش جوة في العمق عشان انا اللي بابني عشان اللي بسرق مش اول ما جاء الرجل افشة جاب جنين من منطقة الجزاء جوة فافتكروا ده سنترفيرت متأخر فلقنا بيلعب اربعة على خط واحد في اللاين فيرويد لا انت يا افشة انا لازم تيجي من تحت ده لا اسلام بياخد تعليمات انما انا صاحب الاداء جوة انا اللي في الحكاية جوة انا اللي عارف الخطورة جهالي منين انا اللي عارف ابني نفسي ازاي اعمل لعب ازاي فهو ده الحاجات اللي جابية اللي احنا شفناها من نص نافتين بتاع الزمالك اللي انا مكنت شاف ان الحكاية يعني كبعيدة كرة حمد فتحك التلوجات كنت عادلنا اتنين اتنين ودخلنا في حكاية تانية نا ما كانش مكتوبة لنا واحنا اللي عملنا كده في نفسينا لو هنفتح الموضوع احنا اللي غلبنا نفسينا ما تعملش علينا السيرك اللي ناس متصورة او بتقولوا لا احنا اللي كنا عملين في نفسينا كده شط الاول تقصد خلاص بقى هربت منك كرة تلعنا فيها غلط والتانين توفقوا في البلايسنج خلاص اليوم هن بقى انت رجعت وعملت بس مش يومك بقى بقى لك تلاتين فرصة بعد كده انك انت تتعادل ما كانش يوم بيكون اليوم باين من اوله بيجيب ثلاث جوان في اول هفتايم يعني بيبان لك اليوم من اوله خمس تلاتة بيقولك بيقولك انت بعبلتش حاجة لا احنا كسبنا اول هفتايم ثلاثة وهما كسبوا تانية هفتايم يعني هما كسبوا في ناس بتحلل تقولك كسب اتنين سفر في اول تايم ما احنا كسب الاهلي كسب واحد سفر في ناس بتحاول تهدي الحكاية فالمكسب والخسارة ده بتاع ربنا طبعا انما مفيش حد في العالم مش حاسس بالمجهود اللي بيحصل مع لعبة النادي الاهلي او الحالة اللي فيها النادي الاهلي فانا مش بدي العزر ولكن بحفز اكتر انك انت لازم تعرف انك بتاعك في النادي الاهلي والنادي الاهلي ده كواليتي لازم تعفز على نفسك لما نيجي نتكلم في اول الموسم الجاي اللي حصل حصل للموسم ده اسلام نتكلم بقى زي الجماهير طب الموسم الجاي سيادتك ما وقفتش جنب نفسك ولا جنبي ولا جنبي حاجة محتاج ايه؟ تب تيجي تتشرط علي وتقول انا باخد كذا وبعمل كذا زي ما بدأي نسمعه وبيحصل لا مش هيحصل الكلامة هنلاقي في ناس اعراض هنلاقي في ناس احنا حطنا شوف ايه اللي ينسبك المكان اللي ينسبك اللي انت تقدر بامكانياتك دي تقدي فيه وانحنا ندور على الاسم بقى والناس اللي هي الدولية اللي بتبقى بتتمنى تيجي بتلعب نص ساعة في النادي الاهلي والعالم كله بيبحث انهم ممكن يكون موجود عندك ان كان اميازهم حتى فما زالنا احنا السمعة ما زالنا احنا الفريق اللي اللي بنقرب من العالمية والفرق العالمية كلها عشان كده الحكاية العين عليك جامد يوم ما بتتغلب مطش واحد الدنيا بتتقلب والناس بتفرح جامد قوي عمر قديم طالع اكن جوز عياله كلهم يعني اكن اللي عاجه لها اتجوزت النهار منحقق ويفرح انت فهمتين ازاي وبنبعدين بنبص كده ما عايجيلك يوم وتكسب على طول احنا هنفضل بنكسب على طول يعني طبعا فالاهل كبير ونعمة وحياة حلوة فعايزين لعيبة كمان لما بنقول الاهلي ده حياة تبقى فعلا يعني كابتل عشيش ممكن سوارش هلجأ للمهاجم الوهمي بمعنى انهم يلعبش برأس حربة واضح في المباريات القادمة يعني مختنع بحسام وهو ده اللي موجود قدامه دلوقتي كمان حتى بعد غياب شريف فهو والحقيقة بصراحة يعني حسام من الناس الكويسة خلال الفترة اللي فاتت لانه برضو اكثر الناس راحة خلال الفترة اللي فاتت فهو قادر دلوقتي انه بيجري كم طبعا سبرينتات وجري بعرض الملعب وبالطول وبالعرض بياخد يعني موجود كبير جدا جدا فهو طبعا محتاجه اللي انا عايز اقوله طبعا في حتة الدوافع يا كابتن اسلام ان ما فيش فرقة بتلاعب النادي الاهلي سواء بتنافس او عايزة تهرب من الهبوط الا وعندها دوافع حتى وان كانت مش دوافع رسمية فهي دوافع شخصية دوافع شخصية عند المدرب انه هو يعمل نتيجة مع البطل او مع النادي الاهلي اللعيبة عايزة تعمل مباراة وخطورة الموضوع انه بيبقى كمان اللعيبة بتلعب من ما عليهاش ضغط انها لازم تجيب بنت او لازم تجيب كذا او كذا او كذا لا ده هي بتلعب للشهرة بتلعب لتسويق نفسها خلال الفترة اللي جاية اللي ممكن هتودع فيها الدوري الممتاز فهو طبعا عايز يزبط للناس كلها ان انا ممكن اديه وان انا كذا 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 ممكن اسوأ لنفسي كويس خلال المباراة زي ما بقولك ممكن فبعض الاحيان مبقى فيش التزام تكتيكي قوي لانه مفيش ضغط فبالعب براحتي وده الخطورة اللي بتقابلها لان احنا كنا لعيبة وعارفين ان الملعب معك واحد وعارف ان هو بلعب بطريقة معينة او تكتيك معين او كده لما بيشز عنه وبيشتغل بدماجه بيبقى اخطر واخد بالك ازاي فهي خطورة الموضوع ده هي القصة انت ما تبصش لمين زي ما بقولك احنا دايما ما بنقلقش من اي حد باللعب واحنا بنقلق من نفسنا احنا لازم نكون جاهزين لازم زي ما بقولك التوليفة لازم يكون الطريقة لازم يكون الخطوط قريبة من بعض عشان المسافات او المساحات اللي بتبين المجهد من اللي فايق هي المساحات ان انا اقدر خفيفة اقدر ادي اسبرينت اقدر اعمل تاكلنج وقوم جاري اعمل جام بفوق وانزل اتحرك هو الحاجات دي اللي بتبين فلازم يكون اللعبة قريبة من بعض عشان لو فيه تأثير من حد او فيه تعب من حد معاين التاني بيقدر يشيله واعتقد زي بقولك وهنكرر تاني ان الطريقة الاخيرة للعب بالراجل بيها بتدي اريحية للاجناب لان خلي بالك انت اطراف النادي الاهلي دلوقتي اللي هي اخطر حاجة في النادي الاهلي انت ما عندكش اطراف دلوقتي انت بتحاول توفق دلوقتي اي لعيبة عشان تلعب ناحية الاطراف انما انت ما عندكش الاطراف الحقيقية او الطبيعية بتاعة النادي الاهلي اللي بتعمل الخطورة بتاعته فانت بتلعب باكليفت بتطلع مثلا معلول قدام شوية بيسيب النواح الدفاعية لانه ما ينفعش في الاجهاد الجامع ده طبعا يعمل واجبات دفاعية ويكمل كمان معاك في الناحية الهجومية اللي هي بعتمد عليها النادي الاهلي اعتماد كامل بتضطر تلعب ناحية تلاتة وارع عشان واحد بيبقى ماين ناحية معلوله هو بيبتدي حركته من نص الملعب لما اجري اعمل سبرينت من نص الملعب لغاية قدام غير ما اعمل سبرينت من وارا خالص كذلك ناحية الباك رايد برضو لما يبقى فيه تلاتة مغطيين المساحة دي بقدر اخلي الباكين قدام مع الاثنين الديفندرات وازود حتة مجدي برضو ثبت ان لازم يلعب في حتة نص الملعب لانه هو محور اداي مدلع بشي من نص الملعب لانه خلي بالك نص الملعب لانه خلي بالك نص الملعب مجد ما يبقاش مضطرة في ناحية شمال او ناحية يمين مجدي مجدي افشا هو اكتر واحد يستلم كرة في المباراة تمام واكتر واحد ينفذ في المباراة زي انا ات قلت يمين او شمال او يعمل فاكر محمد شريف كان عنده لغة مع كده مودي من ورد لازم يشوفوا محور اللعبة من تحت بس بياب ياب يستلم انت بتستلم 500 كرة كويس مجدي الواحده بتاع 200 كرة فمجدي مش عايزين لازم نوفر له المثلث اللي هو الحركة انك لازم تتحرق له انما هيستلم الكرة ومش هيلاقي السويتشات ما خلاص مجدي هيعمل ايه؟ هيعمل بس هتتقطع وتبقى هجم علينا لانه هو بيفكر يعمل كده مفيش حد هيكون التانين بيهجمه هيطر يعملها هتتقطع هتبني هجمة علينا فمجدي لازم يتوفر له الحركة من الفرقة كلها وزي ما قال الحشيش كومباكت يعني لازم يقرعبين من بعض عشان تديني الفرصة انت لما تديني لما تديني كرة في مكاني اللي انا تعودت لالعب غير ما تدهالي في الجنب على قطة ولازم اريح الراجل لما بيستلم ألاقي اتنين تاتا مسلث مسلث سادر يلعب معه دي اللي هيلاقيها بقى وهو في نص الملعب هيلاقي الديفندرات حواليه هيلاقي واحد صائد من نصر طيب اخيرا انا كابتن شريف تنصح اللاعبة بكرة بايه وهم والجهاز الفني ولو كلمة للجمهور طبعا طبعا ملخص ان انا قلته ده كله اولا الروح بتاعتك لازم تعرف ان الروح النادي القالي انت وانت شايل التشيرت تشيرت بيلعب لوحده ده التشيرت ده اول وحدها في ملعب الكوريان العالم كله بيجي ماتشي القالي كله قاعد بيروح يتفرج على ماتشي القالي حلعب الساعة كام كلنا بقاعدين متفرجين حكاية فانت لين تحس بالاحساس ده الناس كلها جا تفرج عليك بكرة فتدي كل اللي عندك على قد الامكانيات العضلية بتاعتك والبدانية بتاعتك هتلاقي ان لو لعبت بالاسلوب ده هتلاقي ان النتيجة فرقة هتلاقي ان انك انت الخارج مبسوط اللي خارج مبسوط ده ونعدي ماتشي المقال هيساعدك الماتشي اللي بعده هو ده اللي هيديك للمباراة اللي بعده مش هيحمل على عضلتك اي ضغوط نفسية او اي حاجة انما هي الروح اساس الحكاية كل ما انت عندك العشرة ده الاولانية انك انت تقدر تخلص والمفهوم اللي عندك انك انت الاهلي وانا افشا وانا حسام حسن اللي سمعيتي قد كده وبلعب باسمي وبلعب بتشيرتي الغالي ده وده اللي هيوفرك المسافة كلها بتاعة التسعين دقيقة والمباراة اللي بعدها كمان وخليني عايش الكم يوم اللي بعد المباراة ما عنديش اي ضغوط او اي حاجة احنا بناخد الحكاية ماتش بماتش انا رايح علعب والله يا كابتل الكلمة اللي حقيق قلتها دي بالفعل هي اساس كل شيء والله كنا بنقول عن نفسنا زمان اه سوري يعني فتح كلامك لا لا تفضل والله كنت بقول لي هو انا ايه هو فيه ايه هو انا ضغط نفسي ليه كلنا هو فيه بكلم من الجنبي احنا بجينا نلعب عايز ارقاصه وعدي منه واستناه واجيبه تاني وعدي وروح اميله امزج نفسي لاني واثق في امكانياتي لان انا صاحب تشيرت احمر مش بلعب لسه حنز الهبوط وحطلع وعندي مؤسسة موفرة لي كل حاجة من المدربين للعيبة لفلوس لكل حاجة لإضاءة لتلفزيونات نجم ماشي في اله ربنا اختارك انت تبقى نجم اديني ساعة ونوص ودي نفسك ساعة ونوص مش اكتر والباقي انت عارفه عسكر نفسك ازاي لان انت لعيب محترف وقود لك يا رب ان شاء الله كابتن عاشيش اهم حاجة ربنا وفق الراجل طبعا ان يختار التوليف هزا مؤقتة كويسة والطريقة اللي تناسب التوليفة الجديدة دي وده دور طبعا كابتن سامي له دور كبير قوي اسلام لان في لعيبة بكرة موجودة في التشكيلة الراجل ما شافهاش خالص في ماتشاط فكيفية توظيف اللعيبة دي واحسن مكان لها واحسن طريقة ممكن ينصهروا فيها دي بتاعة سامي محتاج ان هو يتكلم مع الراجل كويس قوي اللعيبة لازم تعمل اللي عليها زي ما قلنا كل واحد اعتقد ان هو موجود في وسطينا وعارف وعارف الضغط العصبي اللي علينا كلنا وعلى الناس كلها كل ما بتكسب ماتش خلي بالك برضو بتضغط على المنافس لان بغاية دلوقتي لسه الدوري او البطولة في الملعب ثبوت الجمهور متفاهم كويس قوي بدليل اللي احنا بنشوفه جمهور النادي الاهلي النادي الاهلي بيقصر بتلاقي الماتش اللي بعده الجمهور رايح ومبطلش تشجيع جمهور النادي الاهلي بشجع وبدعم وعارف كويس قوي ظروف النادي الاهلي وظروف اللعيبة وظروف الاجهاد اللي احنا اتكلمنا فيها والبطولات وا 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 والنادي الاهلي او اللعيبة دي عندها رصيدة عند الجمهور كويس قوي مش معنى كده ان انت تتخزل انت بتعمل اللي عليك التوفيق وعدم التوفيق ده بتاعها ربنا بس الناس تحس ان انت بتقدل عليك بتبزل كل اللي عندك حاطط في دماغك وتحسس الناس انه نموات نفسي وبكسب ولسه حاطط ان في بطولة في الملعب وفيه هدف لسه موجود وفيه حاجات كتير جدا عايز اعملها للنادي الاهلي في الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها يا رب كل التوفيق ان شاء الله بكرة مباراة مهمة ويا رب يحصل فيها كل التوفيق النادي الاهلي في هذه المباراة شكرا جزيلا يا كابتن شريف شكرا جزيلا يا كابتن حشيش هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل استقبل ايمان جلبرتو ومحمد جمال في ضيوفة البيت الكبير علشان برضو نعرف اهم الامور الفنية في هذه المباراة وتحليل فني خاص في نادي مصر المقص بعد الفاصل ايمان جلبرتو ومحمد جمال